أولا أنا لا أستطيع أن أتكلم عن الحزب ولكن نحن نعرف من طريقة تفكير حزب الله وإيران بالنسبة لهم بأن كل شيء يمر عبر فوهة البندقية ومن هنا المراهنة على أنه سيكون هناك ترحا سياسيا أو يكون هناك ترحا يشمل مصلحة لبنان هو نوع من المراهنة على المجهول ولكن إذا سمحت لي ولو بشكل بسيط نحن لا نتوقع على هذه الدولة وكل أركانها أن يقوموا بشيء فهم قد أوصلوا البلد إلى هنا وبالإضافة قد افتروا على حزب الله بطريقة عبر إعطائه وإطلاق يده فقد قاموا بالإفتراء عليه وتوريته في معركة أكبر منه خاصة بأن إيران كانت لا تكتلس للأمور اللبنانية أنا هنا وعبر شاشة الحدث أقول يجب علينا كشعب لبناني أن نطالب مقاتلي حزب الله من الصف الثالث الذي أصبحوا بسبب الإغتيالات الصف الأول بطريقة من الطرق ونطلب منهم تسليم سلاحهم بشكل فوري إلى الدولة اللبنانية وأن يتحولوا هلاء المقاتلين إلى حرس وطني وتصبح إمرت هذا السلاح بيد الدولة اللبنانية كما حدث مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية أو فهم يسمى بالاستعاب في اتفاق الطائف الفكرة الأساسية علينا أن نكون واضحين بأن حزب الله الذي طرح نفسه كأحد حماة الطائف الشعية اللبنانية قد فشل وواجب الدولة اللبنانية الآن أن تخذ ذمام المبادرة وتقول بشكل واضح أنا واجبي أن أحمي كل الشعب اللبناني ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا السقوط المدوي لحزب الله سينعكس بشكل سلبي على بيئة حزب الله من الشيعة ومن هنا علينا أن نكون واضحين وشجعان وأن نراعي مشاعر هؤلاء العالم إن أرادوا أن يحزنوا ويبكوا على حصى نفس الله فليقوموا بذلك نحن لن نشمت بهم ولن نحاسبهم على قتل لخمان سليم وعلى قتل سمير قصير وعلى قتل الحريري وعلى سبعة أيار هذه الأشياء نعود لها لاحقا المطلوب الآن وقف إطلاق النار بشكل فوري وأن نعيد هؤلاء الأشخاص من الحدائق والطرقات والشوارع إلى منازلهم بكرمتهم وأن هذه الطبقة السياسية اللبنانية التي كانت تحتمي بسلاح حزب الله من أجل البقاء في السلطة لن تقوم بهذه المبادرة وعلينا كمعارضة وعلينا كمواطنين لبنانيين نؤمن بالعيش المشترك بأن نطلب بهذه الخطوة بشكل فوري وبشكل نستطيع أن نعيد ترميم هذا البلد ليس بيوم أو يومين بل بسنوات ولكن إعادة إعمار هذا البلد على أسس واضحة هو شيء مطلوب وهو شيء يتطلب شجاعة مطلقة نرحب دكتور مكرم من بيروت بالنظر إلى تصريحات الأخيرة لنتنياهو وأيضا تصريحات وزير الإعلام اللبناني قبل قليل في نهاية الاجتماع الطارق للحكومة كيف يمكن للأطراف السياسية على اختلافها اليوم تشكيل حالة سياسية قادرة أولا على مخاطبة رأي العام اللبناني قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي لدعم لبنان في هذه الظروف أولا أنا أعتقد هنا أن إجرام نتنياهو باستعمال القوة المفرطة يقابله إجرام الدولة اللبنانية وهذه الحكومة الذي ينطق باسمها هذا الوزير كان هناك غيابا إجراميا عن ما يحدث من خلال عدم التحضير لخطة الطوارئ حتى الآن على الدولة اللبنانية أن تعلن حالة الطوارئ وأن تطلب من الجيش اللبناني أن يستلم زمام المبادرة ويقوم بحماية اللبنانيين وأن يحضر الأرضية لبدء الإغاثة ولكن هنا لأرد على سؤالك أستاذ مبروك بشكل واضح كل الشعب اللبناني وحتى الإسرائيلي يتفقون على شيء واحد ووقف اطلاق النار ووقف اطلاق النار يبدأ من خلال الاعتراف بأن هذه الحرب وهذا شيء لا يريد الشعب اللبناني أن يسمعه وبعض الأشخاص يخونونها قد بدأوا حسن نصر الله ولم يستطيع أن يقاتل فيه وهو قد خسر المواجهة وعلينا الآن أن نذكر حزب الله ومن تبقى من قياداته بأننا لن نستمر بدفع فتورة إيران المشكلة هنا لا ليس حزب الله ولا يسبيئة حزب الله المشكلة هي إيران حتى لو تم تدمير حزب الله ببيئته بعسكره وبصواريخه حزب إيران ستعود لتلعب ضمن النظام السياسي الطائفي اللبناني بطريقة أخرى ومن هنا المطلوب بشكل واضح كل الشعب اللبناني لا يريد الموت وعلى رأسهم من يدعي بأنه كان يريد أن يخوض البحر ما حسن نصر الله ومن هنا بكل بساطة على هذه الدولة أن تنتخب هذا البرلمان بالمئة وثمانة وعشرين نائب أن ينتخبه رئيسا للجمهورية وأن يقوم هذا الرئيس بتشكيل حكومة وأن يتم تطبيق القرار 559 ولكن ليس القرار الأممي 559 بل الدستور اللبناني الذي هو بطريقة من الطرق نسخة واضحة للسيادة المطلقة للحكومة اللبنانية على كافة أراضيها إن أرادوا أن ننجو كشعب لبناني وأن تعود المنطقة تدريجيا إلى الطبيعة علينا أن نمر بهذا الممر الموضوع لن يبدأ ولا ينتهي فقط بالإغاثة والمجتمع الدولي ودول الخليج مشكورين لن يعطوا المال لهذه الحكومة المارقة بل سيقوم بإعطاء هذا الشيء للملنك الدولي والصندوق النقد الدولي فقط عندما يتم تطبيق القرار الدولي باحتكار السلاح في لبنان ونحن لا نريد أن نعود إلى نفس الدوامة ويقوم الحزب أو ما قد يأتي بعده باستعمال تلك الأموال لتحويل قرارنا وضياعنا إلى مخازن الزخيرة والصواريخ